ألا يتكبر أحد على أحد أو ألا يعلو أحد على أحد لأن الكبر لله تبارك وتعالى الكبرياء إزاره والعظمة رداؤه جل جلاله ولا نبغي لعبد أن ينازع الملك ملك الملوك في صفة من صفاته تبارك وتعالى انفرد بها وتفرد بها جل وعلا الشاهد أن التفكر والتدبر سيعرفك بربك نعم سيعرفك بربك يا أخي انظر إلى أي شيء في الكون من العرش يعني من السماء من العرش مش من العرش عرش الملك لا من العرش يعني من السماء من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض انظر إلى أي شيء ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة وانظر لتلك الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والاصباح والطير شادية سل هذه الانسام والارض والسمى سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية ولو جن هذا الليل وامتد سرمدى فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية اإله مع الله اإله مع الله ما اعظم الآيات وانا اعجب غاية العجب حين ارى امام اهل السنة الامام احمد رحمه الله وطيب ثراه يستدله ببيضة يستشهد ببيضة ويقول هذا حصن حصين املس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الابريز وبينه وكذلك اذ خرج منه حيوان سميع بصير من اين خرج هذا الطائر او الكتكوت من اين خرج من اين جاءت هذه الحياة ياخد تفكر وتنبر تفكر وتنبر واعجب باستشهاد الشافعي بورقة التوت قال هذه ورقة التوت تأكلها الشاه فتعطينا لبنة وتأكلها الدودة فتعطينا حريرة وتأكلها الغزالة فتعطينا مسكة انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولما سئل هذا الاعرابي الذي تخرج من جامعة الفطرة ما الدليل على وجود الله جل وعلا وهذه لفظة تصح ما الدليل على وجود الله جل وعلا قال البعرة تدل على البعير واثر السير يدل على المسير سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا دل كل ذلك على اللطيف الخبير يا اخي انظر الى اي شيء كنت في زيارة الامريكا وبعدين قالوا لي دخلت الى جامعة من الجامعات فقالوا لي الفلان البروفيسر الفلان ده هذا الرجل غير مؤمن بوجود اله غير مؤمن بوجود اله يعني لا ديني قلت سبحان الله بروفيسر ولا يؤمن بان الكون اله يعني قد يتخذ اله ولو بالباطل ولو كان اله باطلة لكن لابد للعبد من اله يعبده اما ان يكون هذا الاله بالحق او بالباطل لكن لابد له من قوة يرى نفسه مشدودا اليها منجذبا اليها وفق الله اهل التوحيد الى الحق ذلك بان ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وهو العلي الكبير وان ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الاية الاخرى وان ما يدعون من دونه الباطل ان الله هو العلي الكبير فالشاهد قالوا الرجل دا لا ديني يعني لا يؤمن بوجود اله قلت سبحان الله طيب كيف اخاطبه فذكرني الله تبارك وتعالى بحوار بديع بين ابي حنيفة رحمه الله وبين بعض الزنادقة الذين انكروا وجود الحق تبارك وتعالى واستخدمت الفكرة بطريقة عصرية كما يقولون فقلت له انا تعجبت حين دخلت الى هذا المدرج الضخم كيف اعد بين دي في لحظات وفي ثواني معدودات فانتبه قال ماذا قلت تعجبت بل كدت اخشى على رأسي وانا ارى اللبنات تتطاير من السماء ومن الارض لترص بهذا الاتقان والابداع في هذا الجدار وفي هذا الجدار ثم كاد عقلي ان يطيش حينما وجدت هذه اللبنات تغطى بهذه الدهانات الجميلة وتعجبت وانا ارى الاخشب تتطاير لتتكون هذه الادراج بهذا الشكل البديع الجميل وابحث ظللت ابحث هكذا كنت اقول له وظللت ابحث عن نجار يصنع هذه الادراج بهذا الاتقان فلم اجد ثم نظرت ترجمة نانسي قنقر